بدي نحكي عن قضايا كثير متشابهة في البداية احنا في جامعة بيرزيت عنا فريق بحثي بيشتغل في هذه المواضيع فبدي اورجي شوية الرسورسز الموجودة عنا في جامعة بيرزيت وبعدين ندخل في عالم اللي هو بسميه انا الـ Golden Age لـ Natural Language Processing وبعدين ندخل في Predictions يعني التنبؤات المستقبل كيف ونقاش والـ Open Issues في هذا الموضوع اسمحولي في البداية احكي عن الـ NLP resources الـ NLP يعني Natural Language Processing في الحقيقة هي Natural Language Understanding Resources بيرزيت يونيفيرسيتي اللي انتجها فريق بحثي انا بكوده بس كمان في زملاء كثير فيه منهم الدكتور محمد الخليلية وكمان طلاب آخرين قضايا من آخر عشر سنوات اللي هي مثل الـ Ontology العربية أو بنسميها الـ Arabic Ontology أو الـ Arabic Word Net انتجنا كمان اللي هو عنا لكسيكونز حوالى 150 معجم وقاعدة بيانات معجمية اللي هي في عنا بالحقيقة اكثر من قاعدة بيانات معجمية انتجنا عدة Corporate Data Sets لتدريب الآلي منها اشياء لللهجات العامية لـ Named Entity Recognition بنسميها للـ World Disambiguation بسموها الفهم الدلالي للجمل وفي عنا بعض الأدوات اللي كمان اللي يعني ممكن نعرضها online اللي هي بتعمل بارسنج لـ يعني للغة العربية وبنفهمها يعني الـ Ontology هذه في عنا مثلا شجرة الـ Ontology ممكن الواحد هي شجرة مفاهيم مش شجرة كلمات في عنا اللي هو مثلا هون البحث 150 معجم يعني ذخيرة ضخمة جدا من المعاجم أو ذخيرة فيه للمعاجم مثلا هون عنا حوسب إلى ست لهجات عربية اللي حوسب بتعني Morphological Annotations يعني التوسيمات صرفية زي كلمة بلشنا ممكن إنها البلش نسميها STEM والنال المضارع مفعوله متكلم جميعه والـ Part of speech تبعها والمضخل المعجمي وإلى آخره في عنا كمان إشي بدي أنا بس الحقيقة مش فقط أعرض الشغل بقدر كمان في terminology لازم نعرفها زي مثلا named entity recognition هذا موضوع هام جدا في معالجة اللغة شو يعني named entity recognition أو استخراج الأسماء الأشياء من النصوص منقول مثلا جامعة بيرزيت وبالتعاون مع مؤسسة إدوارد سعيد تنظم مهرجان للفن الشعبي بيرزيت هي مكان أو مؤسسة إدوارد سعيد مؤسسة إدوارد سعيد مهرجان للفن الشعبي هو event هاي time هاي date هاي organization إلى آخره هي هاي باب العمود هون مثلا facility إلى آخره فمندخل نص مستخرج منه هاي the named entities طبعا هذا using deep learning على نفس التقنيات اللي بدا نحكي عنها اليوم اللي هي في احنا مستخدم بيرز اللي هو خلينا نقول أخو ال جي بي تي يعني فيه اللي هو فك الالتباس الدلالي فهم الدلالي للكلمات لو عندي مثلا مثال تمشيت بين الجداول والأنهار ممكن جبنا الجداول مثلا شو معنى الجداول في هذا السياق اللي هو مجرى صغير من نهر بينما إذا خدت مثال ثاني قلت أرسلت لك الجداول بالإيميل الجدول هون اللي هو مصفوفة بيانات هذه من سمية فك الالتباس aware since disambiguation هذا معنات فهم النصوص نيفهم أنهو معنى مقصود من في للكلمة في هذا السياق اعملنا كمان أشياء جديدة كمان بالمترادفات إنه ممكن إحنا نستخرج مترادفات وبعض الكضايا الأخرى في عنا كثير ريسورسز موجودة على هذا الرابط طيب نتحول للجولدين ايج طبعا النتشرال لانجوج اندرستاندينك طبعا قديما كنا نقول بروسسينج ولا زلنا منقول نتشرال لانجوج بروسسينج وبس شاع مصطلح جديد حاليا إنه اندرستاندينك لأنه صار في عنا فهم للنصوص اللي بتصير اللي موجودة ونعالجها هاي مثلا مثال على اللي بسميه تكستو تكستو تكست أنا مثلا ممكن أعطي كله ما أشهر الحلويات الفلسطينية للشات جي بي تي أو غيرو الشات جي بي تي في كثير تقنيات تعمل نسميها جيناريشن للنصوص بنيجي لهذا الموضوع طبعا بالتفصيل أو إني أنا بدي أكتب قصيدي بكله أكتب قصيدي حول جامعة فيرزيت بأسلوب الشاعر محمود درويش ممكن يكتب له قصيدي ممكن أكله تكستو إيميج أكله أرسم له صورة وأكتب له قصة الصورة وهو يتخيل الصورة وينتج لي إياها أو ممكن أعمل اللي بسموه كاركتر كاستينج اللي أنا ممكن أركب صوت فلان على ثم شخص آخر وهلوم ما جره ممكن أن تجموه أغنية تكستو صونغ أو صفله أغنية ووصفا يعني وصفا والنتيجة تكون أغنية مع الموسيقى تبعتها ممكن أن تج فيديو ممكن أعمل يعني أكتب تكست وكل هذا التكست حوله لفيديو أو لأنيميشن أو لبرنامج كود أو جديد حالياً إحنا منشوف أنه مايكروسوفت عملت تحالف مع شركة أوبن اي 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 اللي أنتجت التشات جي بي تي وكاديم منشوف أنه هلأ صار كله متاح بمايكروسوفت أوفيس سواء بكتب له شيء يعني للتشات جي بي تي وبكله بحول لي على إكسل أو حول لي تعمل لي باور بوينت أو إلى آخره أو اكتب لي إيميل ورد عليه أو إلى آخره ففي كثير من هاي القضايا الحقيقة بدأ ورجيكم بس شغلي إنه في آخر سنوات يعني من السنة التسعين تقريباً وعلم النتر اللانوج بروسسينج هو بعاني يعني كنا نساوي أشياء زمان نسميها رول بيزد وبعدين نوليج بيزد وبعدين كلاسيكا الماشين ليرني وكله هذا كان عمل مضني وكان يوخذ وقت يعني وقت كثير تا يصير ماتوريتي في هاي التقنيات بس نشوف إنه إنه بالفترة الأخيرة صار في عنا يعني بسرعة صلنا نجيب نتائج عالية جداً هذا فقر من بيبر من هذا البيبر حدا عامل مقارنة بين الهيومن الهيومن في هذول data sets وحدة digital recognition speech to text question answering ودفرنت لا يعني natural language tasks كمان هذول بنشماركس حدا مجرب بالفترات الأخي أوه بالفترات الأخيرة وصلنا نشوف إنه إحنا من جديد بلشنا نطلع حتى نتفوق على الهيومن في كثير من القضايا هاي مثلاً مقارنة لكيتها حدا صيني عاملها اللي هو قسم الكلام للكلمة إذا بتشوفوا هنا بهذا اللون الأصفر اللي هو الهيومن وهنا الآلي الأزرق وصارت الآلي تتفوق فيه إنها تتعرف على قسم الكلام للكلمات بشكل يفوق أحياناً أو قريب على الإنسان تركيب الجمل نسميها أنه نفهم كما أن نفس الشي تحليل المشاعر إنه حتى في الحالات في بعض الحالات بتفوق الآلي على الإنسان طبعاً لما نقول الإنسان موجوز منقول على عامة الناس طبعاً حسب التجربة أنا بس بحكي بشكل عام يتفوق على الإنسان في في النيجاتيف الإنسان لا زال بالجمل يعني إذا ورجينا واحد جملة ممكن يتفوق على الآلي فيها إذا كانت نيجاتيف بس إذا كانت بوزيتيف الآلي بتتفوق هاي كمان مقارنة على ديفرنت ديفرنت شو بسموها تاسكس زي مثلا ويرد إن كونتكست هاي يعني إشي في إنك تفهم معنى الكلام فصلنا نشوف إنه كمان اللارج لانجوج موديلز اللي هلا بفستر شو يعني اللارج لانجوج موديلز صارت كمان كل ما زاد كمي كل ما زاد حجمها صارت تعطي نتائج أعلى وهذا هو الإشي الجديد على فكرة أنا بدي أعطي بس ملاحظة لكبل ما أكمل حكي في هذا العرض بديش حدا لا يحكم على الذكاء الإصطناعي إنه هذا سينس فكشن يعني خيال لا مش خيال هذا ولا إنه حرام وحلال أو إنه مليح أو مش مليح طبعا دورنا مش نحكم عليه في هذا القضايا إحنا دورنا نفهمه أنا بدي أبسط كيف بتشتغل هاي التقنيات الجديدة أبسطها مش للمتخصصين لا لكل الناس لو شفنا مثال البلستينيان أوليب بتقدروا تتنبأوا بالكلمة اللي بتيجي بعد باليستينيان أوليب شو بتتوقعوا؟ تكون الكلمة اللي بتيجي بعد باليستينيان أوليب يعني كيفينا سيكونا 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 أو هاي مثلا تري تري على فكرة أجت ثلاث إز أجت رقم واحد سوب أجت اثنين إلى آخر طبعا هون قد يقتل احتمالات هاي احتمالات لو حطينا إز اخترنا إز بلستينيان أوليب إز طب إز إيش بعدها ممكن يكون جود ولا آ ولا واط ولا جرين ولا إكسيلانت لو اخترنا جود طيب لو عنا صار عنا باليستينيان أوليب إز جود شو ممكن يجي بعدها؟ أنا بستنى شوية عمدا عشان تفكروا أجا فور فود أت ون إز مثلا جود ون جود أت جود فود جود فور لو اخترنا فور شو اللي بيجي بعدها؟ ممكن يجي مثلا بلستينيان أوليب إز جود فور هيل إز جود فور كولسترول إز جود فور بريغنسي إلى آخرين لو حطينا كولسترول لاحظوا إن أنا هون بالاحتمالات بدي أرجع بالاحتمالات بالاحتمالات هلا بأفسر شو يعني الاحتمالات كدري تأنتج جملي باي بريدكتنج بني أتبأ بالكلمة طبعا منين جبت للي بيعرفوا فيه إشي اسمه بس وممكن بالنيورالت ويركس ما نحسب هاي الاحتمالات بس طيب نأخذ جمل نأخذ سنتنس هاي السنتنس تقدروا تتنبأوا بالسنتنس اللي بعدها او هاي النص هاي بقول لك باليستينان اكسترا فيرجين اوليف اويل ماد فرم انريفايند كولد بريسينج اوليف باليستينان اوليف اس جود فور كولسترول شو ممكن يجي بعدها او فيه ثلاث احتمالات لجمل هاي أعلى وحادي ايتنج تي سبون او اوليف كذا 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 فصار عندي انا قدرت اتنبأ كمان بالجمل اللي بعدها طبعا كيب بتنبأ هلا بنحكي بالموضوع نتعلم هذا الاشي من النصوص ها طيب مشكلة ثانية بسموها لو اخذنا هذه الجملة وتطلعنا على هاي الكلمة شو ممكن تكون هاي الكلمة ايتنج تي سبون او اوليف اويل شو ممكن تكون طلعوا على الكلمات اللي كابل وتطلعوا على الكلمات اللي بعد طبعا انا عمدا بقول هيك لانه بيرت فيه اشي اسمه بيرت هو بالضبط بتطلع بعمل ماسكنج وبتطلع فممكن يقول ديلي او 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 ا او از لاحظين كيف فبهاي الطريقة بالماسكنج يعني النماذج اللغوية هي نماذج احصائية يتم تدريبها على حجم ضخم جدا 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 من النصوص المكتوبة يعني تسميها ما كتبه الانسان لكي تتمكن من ترجيح الكلمات او الجمل الاكثر احتمالا يعني شو يعني اكثر احتمالا اكثر تداولا وانتشارا بالنصوص اللي اتعلم من فاول شيء هم الانجوج موديلز الانجوج موديلز تريند او ليرن يوزنج طبعا ديب ليرننج من لارج كوربورا التكنيكس اللي بنستخدمها انا بس بدي اذكر الناس حتى اللي بعرفوا ولي ما بعرفوا انه زماعين بكنا نستخدم انجرام بعدين صنع نستخدم ويرتوفيك بعدين الاستيام بعدين صنع نستعمل اشي اسمه ترانسفورمر ترانسفورمر زي الجي بي تي او البيت طبعا بس بدي اقول لكم انه الكلمة تتمثل في اشي اسمه ويرد امبادينج الويرد امبادينج الامبادينج عبارة عن فيكتور فيكتور يعني مصفوفة ارقام كل كلمة مثلا او كل جملة بنمثلها بما بمصفوفة ارقام كداش كدم كم رقم في بيرد خمسمين وعشرين رقم في الجي بي تي ثري اي فور لا ثري تأسف الفين وثمان واربين رقم يعني نقول الفين وخمسين رقم كل كلمة هي بتمثل بتمثل شو هي فيكتور بما انها فيكتور انا بقدر اكيس المسائل كوسين سيميلارتي او مسافة بينتو فيكتور اذا انا القصد شو يعني بتدرب انه مثلا عندي كلمة كينغ وكلمة كوين انهم يكونوا الفيكتورز كراب عبعض الزاوية طبعتهم القريبة عبعض مثلا مان وومان بكونوا اقرب على بعض من كينغ مثلا من كوين ومان او كينغ ومان مثلا بكونوا اقرب على بعض فانا بدر بالآله عساس تنتج لي هاي الارقام هاي الارقام اللي بنسميها طبعا كل ما زدنا كمية الارقام للكلمة وللجملة عدد الارقام وكل ما كان عدد الكلمات في النصوص اعلى هذا بسموها البراميترز تاعت اللانجوج موديل كل ما زادت بصير اللانجوج موديل افضل وادا الترانسفورمرز هذولا هاي مثلا في اشي منهم اشي اسمه هي جزئين لما نقول ترانسفورمر بكون جزئين في انكودينج وديكودينج مين اخترعهم اخترعهم جوجل وينتا بالالفين وسبعتاش وان شاء الله ما بنسى اقول لكم طب جوجل ليه ما نشروها بالالفين وصلعتاش ما نشروهاش في عدة تحليلات للموضوع هاي اشياء مستخدمين ليس فقط في اللغة واس كمان موجودة في الكمبيوتر فيجين تستخدم فيك طلع بعد ما طلع الترانسفورمرز تبعات جوجل وجوجل طلعت ان ايش اسمه بيرت والاخري طمعا طلع جي بي تي و تي فايف من من هاي ترانسفورمرز لما نقول الترانسفورمرز هاي كويك يه اووريجيو والدرانسفورمرز يعني بيرت هوا مش كلشي بالدرانسفورمرز هو فقط الانكودر ال جي بي تي هوا فقط الديكودر فقط الديكودر زي بيرت、 روبيرتا اكس الام، البرت الكترا دي بيرتا الاخريين والديكودرز اللي هم ال جي بي تي هدول طبعا وفيه اللي فيه الديكودر والانكودر بيسموه زي T5 مثلا هذا مدرب على الماسك لانجوج موديل تشوفنا كيف نعمل ماسك للكلمة في الجملة وهيك بصير يتعلم الجي بي تيز تقريبا هي بسموها جي ناراتيف لانجوج موديل اللي هي النيكست ويرد بريدكشن او نيكست سنتنس بريدكشن في البييرتز طبعا احنا بجامعة بيرزيت بلشتنا نتعامل مع البييرتز بالالفين وتسعتاش اول ما طلع يعني فيه طبعا فيه بريد ترينج موديل بيرت عادة بعمله نعمله بريد ترينج وبعدين بنعمله فاني تيونينج بينما جي بي تي بنعمله ترينج وبعدين بنعمل إن كون تيكست ليرنج اللي بدو يحكين عنها زميلنا الدكتور محمد الخليلي بدو يحكي عن الإن كون تيكست ليرنج اكثر منها اللي ورجيتكم اياه الويرد النامد انتتي تي ركوغنيشن احنا تسويناها على البييرتز وكمان الويرد سنس ديس امبيجواشن برضو سويناها على البييرتز فيها صعوبة اكثر طيب هذي بتورجينا إنه البييرت مثلا عدد البراميترز اللي فيه قليل بالمقارنة في الاتشات جي بي تي كل هاي اللي شايفينه هذول الموديلز تلعوا بجوز احنا او الناس عامة الناس صارت تسمع عن التشات جي بي تي بالفترة الاخيرة بس بصراحة احنا هاي الاشياء موجودة من قبل يعني جي بي تي قديم وصار جي بي تي وجي بي تي تو وبعدين جي بي تي نيو والنيو فيرجينز طلع منه وبعدين طلعت جي بي تي ثري وفور وإلى آخرين ميكزامبلز على شو جي بي تي ثري بوينت فايف بساوي مكون لماذا سمي باب الاصباط بهذا الاسم بروح بروح بعملنا جيناريت لناص للا ايش لجواب جي بي تي لو سألنا مثلا سؤال ثاني لماذا سميت رامالله بهذا الاسم وكل رامالله هي مدينة في الضفة الغربية في فلسطين اسم هكذا كذا وبعطيني اول ليش يعني ثلاث اسباب متوقعة على تسبية رامالله لو قلنا له بما يتميز الشاعر محمود درويش كمان بكل هاي جبل الاشياء اللي بتميز فيها الوطنية والقضية الفلسطينية الحب والانسانية التأمل الفلسفي وبكلك في النهاية يذكر محمود درويش كأحد أبرز الشعراء العرب والفلسطينيين وإلى آخر هاي مثلا ما هو الفرق بين الشاعر محمود درويش والشاعر سميح القاسم هذا طبعا على جي بي تي فور أنا جربته بعطينا الفروق بينهم هو بعمل جيناريت يعني بيولد نص اللي يعرف الفرق بينه اللي يحكينا الفرق بينهم هاي مثلا متى تأسست جامعة بيرزيت لاحظوا بقول تأسست جامعة بيرزيت في الثمانية وسبعين كأول جامعة حكومية بس لاحظ كل هاي المعلومات جابها غلط مش بالثمانية وسبعين تأسست بيرزيت ومش جامعة حكومية وبيرزيت مش مدينة وبتبعدش عن الكدس عشر كيلو متر تبعد أكثر ومثلا جامعة بيرزيت فيش فيها كلية طب وفيش فيها كلية تكنولوجيا وكان فيها واليوم بطل فيش فيها كلية العلوم الاجتماعية وإلى آخرها بيجيبها غلط طبعا متى تأسست جامعة بيرزيت سألت جي بي تي فور مش ثري بوينت فايف جاب لي جواب مختلف بس برضو غلط في كمان في السنة جابها خمس وسبعين سألت السؤال بالانجليزي وين واس بيرزيت يونيفيرسيتي فاوندد كمان جاب لي إنها كمان بالخمس وسبعين سألت وبالانجليزي جي بي تي فور جاب لي الجواب كمان بالخمس وسبعين بس جاب أكثر وكال إنها كانت مدرسة أولاد وطبعا هذا مش مزبوط سألتوا يعني غيرت طريقة أسلوب السؤال ما اختلفتش كتير اختلفت الإيجابي زادت بعض القضايا بس كمان في السنة كمان غلط خلينا نسأله هذا السؤال عطيتوا نص قلت له عمل لي ريفريز لقيلو ريفريز كنت له بيرزيت يونيفرسيتي واز أورد محمد بن راشد أورد إنها فازة جامعة بيرزيت جائزة محمد بن راشد للغة العربية عملو ريفريز هذا النص هاي عمل لي ريفريز للنص ريفريز يعادة صياغة طب قلت له لخص لي هذا النص اللي أنا ميش اللي عندي بالسلايدات مش كتير دقيق كنت له لخص لي هذا النص لخص لي يا بالأشياء اللي حدث بعض القضايا سألته سؤال إنه كمان هذا النص نفسه اللي بحكي عنه عمل له ترانزليشن للعربي عمل له ترانزليشن للعربي كنت له اعمل إكستراكشن لنامد انتيتيز يعني إكستراكت نامد انتيتيز من هاذ النص هيكلي نامد انتيتيز بيرزيت وإلى ودوباي وإلى آخر كنت له آه لاحظ ها بسموها Dialect identification إنه هاي الجملة في أنو لحجة في أنو لحجة عربية كلك سمعان أكل هريسي والهريسي بتوجه البطن مو القلب جب لي إنها هاي لحجة شامية قلت لك تبليك صيدة حول مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت بأسلوب محمود درويش هاي بو قللك في جامعة بيرزيت نجوم المجلس تتوهج كأكمار يضئم السماء بالشجاعة والفجر يحملونا راية الطلبة بأمجادها وأفرحها إلى آخر قلت له فيك عندي جملة بتقول I sent you the table in the email yesterday كلمة تابل يعطيني مترادفات هاي يجب لي خمس مترادفات chart grid spreadsheet matrix dataset وبكل إنها spreadsheet مرات تستخدم في سياقات يعني كذا وكذا وكذا زي ما أنتم شافين بعرف زميلي عزيز بده يعني كمان يورجينا أمثلي أكثر من هيك حلا للاحظة أنه جي بي تي مش بس توليد ناس كمان تم تدريبه using اللي هو بسموها reinforcement learning عن طريق عن طريق يعني كان فيه label data set نعمل عليها training يعني كان فيه أسئلي وأجوبي وكان فيه rewarding هذا عشان نستخدمه في reinforcement learning ففيه بروسس كان تدريبه للجي بي تي يعني التشات جي بي تي يعني تلاحظوا أنه فيه جي بي تي هو بنسمي architecture والتشات جي بي تي اللي هو الapplication فالapplication تم تدريبه عشان ولد إجابات صحيحة طيب خليني أسأل أسئلتها أو خلينا نحكي على بعض الملاحظة أنا ملاحظة شغلي إنه إحنا قاعدين نتعامل مع الآلي باستخدام لغة الإنسان يعني صارت البرمجة أو الأوامر البرمجية بلغة الإنسان يعني اللغة الطبيعية هي صارت لغة التواصل بين الآلي والإنسان وعفكر والآلي والآلي لأنه أنا بقدر أعمل أعطى سؤال والإجابة تتحول لصورة أو تتحول لفيديو أنه كيف الآلي بتحكي مع الآلي تخيل في عنا جي بي تيز أو تشات جي بي تيز أكثر من واحد وبيحكوا مع بعض واحد بأمر واحد فالتواصل هذا إشي جديد صار يعني مش بس التكنولوجيا نفسها جديدة لا كومينيكيشن انترفيس جديدة خلينا نسأل السؤال التالي هل يمكن للآلي أنها تعرف أنه النص اللي بتولده في معلومات غير دقيقة؟ بصراحة إذا قلت لكم لا بكون مش دقيق بس مش غلط أعتقد أنه نطيت نطيت بس كمان أقول أنه الإنسان برضو قد يحكي كلام يكون فيه خطأ وهو مش عارف بجوز أنا في البرزنتيشن طبعا يبحكي معلومات غلط وأنا مش عارف نلاحظ هاي النقطة يعني طب هل يمكن للآلي أنها تعرف تأتي بمعرفة أصيلة وجديدة؟ موسلي نط يعني بأتوقع أنه على الغالب لا بس أنه الآلي بتعمل توليد لمص بطريقة إبداعية يعني لا شك أن الطريقة كمان إبداعية بس لا أعتقد أن هالآلي بتجيب شيء غيء يعني خارج ما قاله الإنسان ما قاله بس مثلا الآلي قاعدة بتولد صورة طب الصورة جديدة يعني هل ممكن نعتبر إنها كمان هاي جاب إشي جديد آه فيعني الموضوع قابل للنقاش يعني أنا بقول إنه مش مية بالمية لا آآآ ولكن قابل للنقاش بسرعة بدي بس أمر عبر بعض الـ اللي أنا بتتوقع إنها أتكون مستقبلا بتوقع أكيد أسف على المقاطعة لو يعني نلخص يعني خلال دقائق يعني آآ دقيقتين أنا بخلص آآ أبعتقد إنه إحنا طبعاً الكل بعرف هاي إنه إحنا بلازلنا في البداية وخلال الأشهر الجاية أو السنوات الجاية حنشوف أشياء مختلفة آآ أهمية النصوص على خاصة هذا الكلمة للمختصين يعني إنه الكوربرة والداتا سيتس صار إليها همية الآن أكثر وأكثر وأكثر من زمان آآ المؤسسات اللي بتملك نصوص زي مؤسسة بيرزيت مؤسسة الدراسات الفلسطينية آآ زي كل واحد عنده نصوص آآ بتوقع إنه ممكن يكون عمله وأداءه أفضل إذا بدخل هاي التكنيات عنده وبعتقد هذا إشي جاي جديد فيه خدمات كثيرة حتدخل على حياتنا جديد أعتقد كمان إنه فيه والكل بيحكي عن هذا الموضوع الإي آي بيرسونا إنه حنكون حيتصل عليها حيكون شخصيات غير واقعية اللي هي ذكية آآ اللي بتحكي معنا بتتفاعل معنا بس هي مش إنسان حقيقي حتى يصعب التمييز بينها وطبعا هون فيه ناس بيقول لك ممكن تتصل علي إمك صورة يعني تتصل علي فيديو كمان وتقول لي حول لي فلوس وتكون هي مش مش حقيقية آآ أنا أعتقد كمان إنه إحنا فيه عنا مشكلة بالمصدر خليني أركز على هاي النقطة مصدر المعلومات مش ممكن إنه نعرف نعرف بالتكنيات الحالية مش ممكن نعرف مصدر المعلومة من أجت من وين لإنه تم توليد النص يعني تلزيك من عدة أماكن وهاي طبعا آآ كمان إنه المعلومة صح ولا غلط بنقدرش نعرف طبعا هذا ببين كمان كدامنا على شغل الطلاب وإلى أخيه أنا بدي كمان أثير لنقطة اللي هي أمبليفايد ديس انفورميشي شو معناها إحنا اليوم ولدنا نص باستخدام الجي بي تي بعد سنتين بكون هاي كمية النصوص المولدة موجودة على الانترنت ها هلا لما بدنا ندرب الجي بي تي كمان مرة نعمنا ناخد الداتا من الانترنت التي تحتوي على نصوص ولدها الجي بي تي نفسه وبعرفش إنه ولدها فشو بصير إذا كان فيه مثلا عشرين في المية غلط في النصوص اللي ولدها ورد تدرب عليها فتخيلوا شو بصير في المعرف الإنساني أنا بسميها يعني هاي آآ فيروس درب أو حيضرب المعرف الإنساني مستقبلا طبعا البيس أو التحيص ضد الأكليات بما إنه الآلة دربت على الأكثر شيوعا وانتشارا طيب الأكل انتشارا هو مش صح مش غلط ففي الأشياء يعني بتم تهميش الأكليات أكثر وأكثر آآ وبدا أقول إنه لازم نستعد إحنا لهذا العصر وما بنقول إنه هاي الآلة مليحة أو مش مليحة بس نقعد يعني موقف الحكم على الأشياء أكثر آخر شيء بدا أقوله إنه آآ كيف ممكن نستعمل آآ هذا للجامعات يعني آآ كيف ممكن تستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعية في العملية التدريسية بلازم نفكر فيها كيف نضبط استعمال الطلب إلى هاي التقنيات وكمان كيف نعمل كورسات وبرامج ماجستير أو بي أجدي أو الأخير هي في هذه المواضيع وكيف ندخل يعني ليش فيش عندنا مثلا آآ آآ ماجستيرات أو آآ إحنا البي أجدي برنامج البي أجدي عندنا يعني عندنا طلاب مختصين أو بختصين حاليا في هذا الموضوع بس لازم ندخل ملتي دي سيبلي ناري آآ برو جرامز وكمان ملتي دي سيبلي ناري كورسيز في هذا الموضوع وآخر الشيغ اللي بدي ألك تضوء عليها لأنها هي حصرتنا إحنا اللي بنشتغل في هذا الموضوع أنه إحنا كيف نساهم في هذا هاي التقنيات قديما قديما قصدك قبل أشهر يعني كنا عارفين كيف بس بعد ما طلعب بعد ما صارت الآلة بهذه الأداء الهائل إحنا كجامعات كلنا لا أقصد بس فقط بيرزيت أو فقط الجامعات العربية كل جامعات العالم فيها الطوب يونيفيرسيتز قاعدين بيتفرجوا على هاي التقنيات اللي بيقود حاليا هاي التقنيات هم من الشركات الكبيرة وإحنا متفرج إحنا عشان ندرب جي بي تي يمكن محمد يحكي لنا دكتور محمد تناقشنا أنا وياك بالفترة وكتشفنا إنه لو بدنا ندرب جي بي تي بدنا خمسين مليون دولار اللي هي بدترو على الانفراستركتر يعني النوهاو مش مشكلة والتكست موجود نجمعه بس الانفراستركتر اللي بتلزم لهذا الموضوع ضخم جدا فاللي بدأقوله إنه الجامعات من ناحية بحث علمي في هذا الموضوع كاعدة نضيق علينا القضايا يمكن جد أشياء جديدة مثلا في القانون لازم نتناقش في القانونيا يعني لما يكون مثلا آلة تتصل علي شو لازم يصير فيا لازم يطلع قوانين جديدة علم الاجتماع كمان بده يتطرق لهذه الأشياء يعني بديش أطول أنا بس يعني جوز بده جلسة نقاش تانية إذا بدنا نحكي في الريسيرت الـ over research problems في هذا الموضوع وشكرا لاستماعكم وبتطلع على